يلا نرس الطاجن على ما الزيت يسخن هحط في الطاجن من تحت كم شريحة بصل كده على كم شريحة جذر جذر بيدي تسكيرة حلوة قوي مع ورق العنب كده مع برضو ايه كم شريحة لمون كده مش كتير كده بصوا كده في الطاجن كده من تحت طاجن ورق العنب بتاعنا ده ما بيتقلبش ده بيتقدم كده بشكله كده زي ما هو وبعد كده اروح راسه بقى دلوقتي ورق العنب عايز ايه يا ابني اقول بصوا كده بالشكل ده اهو ماشي بالشكل ده كده تنسوش بكرا يا جماعة حلقتنا ان شاء الله حلقة المسابقه الحلقات المسابقات اللي بنبذل فيها مجهود جامد جدا ربنا يعلم قديه والله اسمحولي برضو احيي عبدالوهاب على المجهود الكبير اللي بيبذله في مسبقة ست الحبايب وتعبوا معانا وتعبوا مع المتسابقات ومجرد ما نديله السؤال ويفضل معاهم لغاية ما نختار مين الفايز فبجد يا عبدالوهاب كل التحية والشكر ليك على مجهودك في مسبقة ست الحبايب بصوا بقى كده كده بصوا اهو بكرا ان شاء الله يا جماعة عندنا حلقة جديدة وعايزين بقى ايه عايزاكم تشوفوا مين هيفوز معانا ان شاء الله وتشوفوا كده تحكموا معايا يعني انا دايما بقولكم يا جماعة ساعدوني ساعدوني ان احنا نتخذ القرار سوا بصوا كده اهو انا عايز اروس التاجن الاول وبعدين نروح نعمل الخلطة ونروح جايبينها بقى حطينها على التاجن وهو مرصوص كده بالشكل ده اهو كده يا جماعة شوفوا بقى شكله جميل ازاي وبعدين ايه خدوا بالكم من حاجة انا برص بسرعة ازاي طبعا انت عندك في البيت كان زيبانك بلقتي عملت رصي صوبع 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 بس احنا بقى ايه من قطر ما بنعمل التواجن بقى خلاص يعني عرفنا بصي وشايفين صوبع ورائل انا بدا الحجم المثالي اهو مادام ايمان حبيبة قلبي احلى طاج ان يجيلك لغاية عندك يا حبيبتي والله هي سامعيني ولا لا ولا بتكلمك انتي بس شايفاني كمان اهو كده اه طبعا طبعا كده اختي وحبيبتي وعشرة العمر الا انت يا امي اهو كده ايدي بقيت التواجن يا نهرابياد مين اللي قالت كده بقى قوليلي قوليلي عشان انتي بتضيعي هيبت الكوارع احمد ابراهيم حرام عليك يا احمد والله يا احمد شربة كوارع ايه اللي تحط عليها كريمة يا لهوي جماعة فيه كده مسلمات ماينفعش نيجي نحيتها ده تراز كوارع تحط علي عليها كريمة ده ده في عرف مين زي بالزبط مطبخنا المصري مافيهوش ديبس رمان مافيهوش حاجه اسمها ديبس رمان مع ورق العنب دوري في المطبخ المصري وروح دريسي كويس قوي فيش حاجة اسمها ديبس رمان مع ورق العنب ورق العنب المصري في مطبخنا المصري عشان أبقى محددة كلامي لمون عايزة تحافظي على المزازة بتاعته حتى وستوز أحمد بيقولك وهو لمون عشان أحافظ على المزازة بتاعته لكن ديبس الرمان أنا حولته من وصفة مصرية لوصفة تانية وصفة سورية في فرق بين المطبخ السوري والمطبخ المصري ده تراص يحترم وده تراص يحترم الطاجن ده بمحشي كرومب عايشي هو حد يعني هيفتش وراكي زي ما انت عايزة مبرحتك اهو بصوا لازم تسيبي الطاجن كده حتة فاضية فيه لان ورق العنب الني لسه هيعلى دلوقتي معانا طيب هنعمل ايه بقى قادي الطاجن اهو حلو نجيب بولا وهنجيب كبشة وشوفوا اللي جاي ده لان اللي جاي ده بجد مهم جدا خطوات اللي جاي دي بقى مهمة جدا جدا هنجيب شوية من شربة الكوارع بسم الله انا طول عمري جماعة طول عمري طول عمري واتعرفت بدا وتشهرت بيه ان انا بحب اعمل الحاجة على اصولها يعني يعني ما بنحبش ندخل حاجات ما كانتش موجودة عندنا في اكلنا ولا في التراص وجديدة على المطبخ المصري يعني حتى في الاكاديمية بتاعتنا لأ المطبخ المصري هو المطبخ المصري طيب لو انا هشتغل على المطبخ اللبناني يبقى هو المطبخ اللبناني ما تدخليش ده على ده بالوقتي يبقى هناخد شوية شربة بسم الله من شربة الكوارع اهو الواحده كده هنا يعني ما خدتش الشربة من الحلق اسق بيها على طول هاخد كده الواحدهم كده شوية بالشكل ده كبشة رخمة تاخد مننا وقت فيش حاجة نشيل بيها ياولاد اهو بصوا شربة الكوارع عاملة ازاي شايفة لونها ونظافتها شايفة الكوارع بالشكل ده كده يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم زود وحدتين كمان وخلويس بس خطوة اللي جاية دي هي بقى اخر خطوة خلاص معنا كده ادي شربة لوحدها هي وهروح حط عليها زي ما اتفقنا عصير لمونة حوالي كده ايه لمونتين كده وسط او لو لمونة كبيرة مليانة عصورها كده على شوية شربة لوحدهم ماشي كده ياو سيزا احمد اهو حلو حلو يبقى الشربة اللي انا خدتها لوحدها دي عصرت عليها لمون كده انا حفزت على ورق العنب المزازة بتاعته تفضل فيه زي ما هو وحفزت على لونه وهو بيستوي ما يغمقش مني وبعد كده هروح واخده شوية حطهم على ورق العنب ده بقى ايه اللي هيستوي فيه النيل بالشكل ده طعامي كده كده بصوا يا جماعة بس مش هضيف الشربة للاخر لازم برضو هسيب ورق العنب كده هو اللي باين قدام الشربة هتبتدي تظهر عندي اهي ستوب خلاص مش هزوت شربة تاني بصوا اهو الشربة هتبتدي تظهر معي بس كده تماما حلو كده وليلي هم حرين اللي عايز حاجة يا جماعة يعملها يلا اللي عايز يطلع فاصل يطلع عادي هجيب هنا الزيت واحط ثوم دي الخلطة بقى ايه هي دي العشق كله السر كله ايه دي كده التومة يلا وهنحط كده ايه نص معلقة سمنة صغيرة تضيف كده ايه طعم كده مميز قوليني كومنتات حبيبنا يلا يا منا واحنا شغالين كده ادي التومة من غير ايه اضافة ايه توابل تاخد وتدي كده بالشكل ده والله انا عايزة كله يا جماعة يعمل التاجن ده وتجربه جماله في البيت وتكلموني على الهوى بقى تاني يوم على توله يلا حبيبتي اه طبعا حبيبتي اللي بتقولي اول مرة شوف كوارع بيضة ونضيفة كده اه معظم يعني هنقول معظم الناس بيحطوا تماطم في السلق مئة مرة قلتلكوا كوارع وطماطم لأ كوارع وطماطم لأ في السلق لأ في السلق لأ بعد كده بعد ما تكون محمرت كده تعالوه نطفوها ان تصيها بمعلاقة وبعدين هيخد يدوبك بس معلعتين كده طماط المشور يعني حواليه بس ايه طماطمية واحدة بس مش اكتر من كده كده مع السومة كده طبعا طماطمية لان الكوارع مستوية احنا بنتكلم اسناء السلق حبيبتي لبطول الكوارع بيضة والشربة بيضة ايه عشان ما بنحطش طماطم في السلق بصوا بقى كده على الريح متابل ادي شوية ملح وشوية فلفل وبرضو شوية كمون وكسبرة حاجة بسيطة كده ودي شوية كسبرة بس وتقليبة بقى محترمة كده سمعين الصوت ده بصوا بصوا منظر الطشق والخلطة عاملة ازاي بصوا منظرها عاملة ازاي شايفين الشكل دي بقى هروح نازلة على طول بالكوارع المخلية عليها كده وقلبي يا خبرة بيض ايه الجمال ده يا سيزا احمد شايف المنظر بص 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 شمين الريحة اهو كده بصوا المنظر شوف شكلها عامل ازاي شوية بقى كبشة واحدة بس من الشربة اللي كان عليها لمون هروح حطاها عليها كده بس كده وتغلي معها ونسقي بيها ونبقى خلصنا نشيل بقى كل ده كده اهو كده بالمنظر ده ريحتها فضيع ريحتها جاي باخر الدنيا اللهم بارك حاجة كده عسل 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 ايه دي الطاجن بتاعنا الله 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 تقلب بصي الشربة كبشة واحدة بس تغلي كده تخلي حتة الكوارع تغلي مع الخلطة دي بس يا جمع مين اللي بيقول جده ايمان بتقول لي عظمه على عظمه يا شي فالا لا مية امر ويلا بينا اول ما الشربة خلاص كده وليلي يلا بينا يلا خلاص كده يا سيزا احمد يلا بينا بسم الله بصوا بقى اروح واخدق الكوارع كده على الوش الله على الريح الله الله انا بقول لكم تاجن الكوارع او تاجن ورق العنب الكوارع ده اللي بيدوقوا عندي يا جماعة غير 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 بصوا كده وانزلي بقى بالخلطة دي كده تنزل على ورق العنب تكمل سواه تنزل على القلب يا مين اه شايفين المنظر اهو يتحدث عن نفسه اشتركوا في القناة